أكد لافروف أنه توجد بالفعل طلبات رسمية وعدد المتقدمين بالفعل يفوق عدد أعضاء بريكس الرسميين أي أكثر من خمسة والجزائر من بين هذه الدول مشيرا في سياق حديثه إلى أن الجزائر وفقا لمميزاتها وخصائصها تحتل الصدارة في قائمة المتقدمين بطلبات الانضمام إلى البريكس توجد بالفعل العديد من الطلبات الرسمية وعدد المتقدمين بها أصبح يفوق عدد أعضاء مجموعة بريكس الرسميين أي أكثر من خمسة والجزائر من بين هذه الدول وقد اتفقنا في اللقاءات الأخيرة للمجموعة التي تمت في العام المنصرم 2022 اتفقنا على أننا بصدد وضع نهج مشترك للبت في طلبات الانضمام وكخطوة أولى سنتفق على معايير وخصائص وشروط قبول أعضاء جدد في مجموعتنا والجزائر بالتأكيد وفقا لمميزاتها وخصائصها كافة تحتل الصدارة في قائمة المتقدمين